رحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكو بالدعاء في رمضان النهاردة هنعيش مع حديث جميل جدا عن الصيام ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث ده أن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ربنا بيقول فإنه ليه اشمعنا الصيام اللي ربنا طيب هي الصلاة يعني مش لربنا سبحانه وتعالى الحج الزكاة طيب تعالوا نبدأ كلامنا مع ضيفنا الشيخ أحمد الملكي من علماء الأظهر الشريف أهلا بك الشيخ أحمد الله أكرم ربنا يكرمك ويسطرك ويسطرك ويسطرنا جميعا كده ويقدرنا على العبادة ويتقبل منا يا رب رمضان بيفوت بسرعة آه بيجري هون تاني يوم هون جري طيب شيخ أحمد إحنا بنتكلم عن الحديث ده وعايدين كده نفهم من حضرتك ليه بالذات الصيام اللي ربنا قال إنه ليه إنه ليه أصلا يعني إيه طيب حضر الحمد لله وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ما بعد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعاف تاني بقى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أول الحديث كل الأعمال تاني بقى كل عمل ابن آدم له يضاعف له كل عمل ابن آدم يضاعف له أي عمل بقى صلاة صيام زكاة حج صدقة أمر بمعروف نهاية عم منكر بر والدين أي حاج ذكر النبي يقول كذا في البخاري كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعاف هوا بس جزء هنا أولا يا أستاذ الرعاء لما نشوف الأعمال اللي احنا حتى بنعملها حتى وإحنا دلوقتي بفضل الله في رمضان والناس مقبلة على الله عز وجل في شهر رمضان كله الحمد لله صايم الكل بفضل الله بيقرأ القرآن الكل بيذكر ربه سبحانه وتعالى الكل سبحانه الله متجه إلى الله عز وجل بالدعاء تلاقي معظم الناس بتخرج ما شاء الله الصدقات سواء بها صدقات عينية سواء كانت صدقات مالية شنط رمضان اللي بتخرج دي كل ده عمال يتسبق فين في فعل الخيرات في سيدنا النبي بشرهم بيقول كل عمل من الأعمال اللي انتو بتعملوها دي يضاعف لكم الحسنة بعشر أمثاله ومصداق ذلك في قول ربنا من جاء بالحسنة فله عشر إيه فله عشر أمثاله طيب بس لا ربنا لما بيجي يعامل بيعامل مع عبده يتعامل معه بقاعدة الفضل مش بقاعدة العدل وده من كرم ربنا سبحانه وتعالى على العباد بمعنى أنا لو حسبتك أصلا بالعدل ربما الإنسان أصلا ما ينجحش في العبادة بتاعته دي خالص ليه؟ انت بتقرأ القرآن ربما لا تتدبر أصلا في القرآن الكريم ممكن تدخل الصلاة وتخرج منها وانت أصلا لم تعقل من الصلاة إلا يعني حاجة بسيطة جدا وسيدنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ليس الإنسان من صلاته إلا معاقلة منها ده هو لو هيعملنا بقاعدة الليه؟ العدل بعملت كده تاخد حسنة لكن ربنا في البداية بيعملنا بالفضل سبحانه وتعالى وهذا كرم من الله ومنا من ربنا سبحانه وتعالى على العباد فيقول كل عمل كل عمل خلاص دي شاملة الشمول والعموم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة إيه؟ إلى سبعمائة ضاعف وقبل ما جي النقطة الصيام هتوقف برضه تخيالي كده وإحنا في شهر رمضان كمية الحسنات اللي الإنسان بيخد هضروا بمثال لما نيجي نقرأ الفاتحة يا أستاذ دعاء فاتحة بس بنقرأها في كم مرة في الفرائض بس سبعتاشر مرة أنا عندي سبعتاشر ركعة فبقرأ الفاتحة سبعتاشر ركعة الفاتحة بس بخلاف بقى الصورة بخلاف التسبيح طب الفاتحة دي فيها كم حرف على التحقيق مئة أبعة وثلاثين حرف فواحد يقول لي الحمد للأول هي ما بتجيش كده خالص ده المدود تحسب حرقل دي تحسب يعني المد المد العرض للسكون لو ست حركات دي ست حروف فأنا عندي مئة أربعة وثلاثين حرف لما نيجي بقى نقدر المسألة دي من إلى عشر حسنات إلى سبعمائة تضعب فاتحة أنا ما قاعد يحسبها فوجد يا أستاذ دعاء إن الإنسان يتحصل على الثواب بقاعدة الفضل من الله عز وجل أربعة مليون حسنة بس في قراءة الفاتحة كل يوم كم حسنة؟ ما أقول لي أربعة وثلاثين حرف دي مئة أربعة وثلاثين حسنة وبعدين تضراب في عشرة وبعدين إلى سبعمائة ضعف فوصلوها أربعة مليون حسنة ده دي بس في قراءة في قراءة الفاتحة ده ده خلاف الصورة ده خلاف صلاة التراويح اللي الناس بتصليها ده خلاف التسبيح وانت راجع ده خلاف السجود وانت ساجد لله عز وجل ده خلاف اللي انت بقى ما شاء الله شوف الورد بتاعك بتاع القرآن شوف كمية الحسنات يبقى ربنا يتعامل مع العبد بإيه؟ بالفضل ولا بالعدل كده؟ بالفضل يبقى يجب على العبد جزاء بقى النعمة دي ما دي نعمة من ربنا عظيمة جدا أن يتعامل العبد مع الرب بالشكر عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي وتتورم قد أهاي سيد عائشة بيقول له يعني إزاي مش ربنا غفر لك يعني ما تقدم من ذنبك ما تقر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفالا أكون عبدا إيه؟ أفالا أكون عبدا شكور يبقى أنا كعبد مؤمن تقي صالح عابد لله عز وجل أقول له رب أنا بشكرك على هذه النعمة فأدي فرائض الله عز وجل وأبدأ أزود من النوافل في حبا لله تبارك تعالى يبدأ دي النقطة تعالي نكمل بقى الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة وبعشي أمثالها إلى سبعمائة ضاعف يروح ربنا قال الله عز وجل إلا الصوت هنا استستبع إلا إيه؟ إلا الصوت ليه سيوم بقى هي رب يعني فالحديث في البخاري قال الله كده فيقول إلا الصوت فإنه لي وأنا أجزي به وفي رواية اللي بقى قال يدعو شهوته وطعامه وشرابه من أجليه من أجل الله عز وجل وبصراحة يعني أن الأكل ده متعة من متعة الحياة طب تعالي نبساتها أكتر إنت حذوق سألت سؤال مهم جدا قلت يعني الصلاة هي مش لله ها طبعا لله طبعا والزكا مش لله طبعا كل الطاعات لله إيش معنا برضو ربنا اختار الصوت قاله أولا لأن العبد يدعي الشهوة شهوة الطعام وشهوة بطنه الفرز من أجل مين ربنا من أجل ربنا سبحانه وتبارك تعالى الإنسان ممكن يقولك أنا صايم يبقى أنت عرفت أنه صايم ولا لا هو صايم مش طب هو بيعمل رياء ولا ما بيعملش لا أنا مش عرفه الله أعلم ممكن يكون بيرأي فعلا الله أعلم ويروح يدخل جوه البيت من غير محد يشوفه فبيأكل ويشرب صح طبعا صح لكن الإنسان اللي بيصلي فعلا قدامي رأي ومش رأي خلاص الصلاة خلصت صح هيعمل ليه بعد كده ما خلاص أنا شايفك صح كده لكن هنا إلا صوم فقالك لأن الإنسان ممكن يدعي الصيام ويقولك أنا صايم عشان الناس تقول عليهم ما شاء الله يعني ده كل يوم بيصوم ويدخل البيت يعمل إيه يفتر يفتر وياكل يفتح التلاجة ويشرب لكن هنا في مسألة الصيام شوف ربنا لما ذكر في الآية يا أيها الذين أمانوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه لعلكم تتقول فالعبادة اللي بيحققها بيحقق العبد فيها مقام الإحسان مقام المراقبة هي عبادة الصوم يعني إيه يعني أنا الجو حر ومش قادر واحد لوحدي في شقة وافتح التلاجة وشايف الماء الساعة قدامي وشايف وجعان وشايف الأكل طب إيه بقى أعمل إيه ما باكلش طب ما بتاكلش إيه عشان مين عشان الله يدعو شهوته من مين من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى إذن ده الصيام ده بيخلي بيرب عند الإنسان إرادة بيخلى عنده إرادة وبالتالي يبدأ الإنسان من المنطلق ده يبدأ يصل إلى باب اسمه باب الإيه باب التقوى لعلكم تتقون يعني إيه لعلكم تتقون يعني كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن تعمل بطاعة من الله على نور من الله أنت بتعمل الطاعة دي على نور من الله وتعلم أن الله مطلع عليك ويراك ولذلك سيدنا سهل بن عبد الله التستري كان خاله يقوله كده سهل كل يوم قول كده وانت صغير وهو صغير الله يراني الله ناظر إلي الله مطلع علي قاعد الكرار غيرت لما بقى شاب كده جميل كده عنده 11 سنة فقال له هو من 3 سنين بيرداتها ليعلموا الكلام ده قال له عارف معناها قال الكالاتة دي بتأدل معنى واحد أن الله يراني وناظر إلي ومطلع علي قال ومن علم ذلك هل يعصي ربه تبارك تعالى هو ينفع يبارز ربنا سبحانه وتعالى بالمعصية فيقول له نا قال إذن فلسل وكل ده عشان يحقق مقام إيه مقام هو حقق مقام الإحسان فيوصل إلى مقام الصدقية بقى اللي هو يوصل مقام بقى يحقق الإحسان والتقوى حتى يوصل إلى مقام الصدقية عشان كده الصوم بالذات الإنسان بيبدأ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي إيه وأنا أجزي به ليه يا رب ليه يدعو طعامه وشرابه والشهوة دي كلها من أجل مين؟ من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى دي حاجة الحاجة الثانية يا أستاذة لما نشوف مثلا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دايما يحث الصحابة الكرام رضي الله عنهم على قضية الصيام دايما يحثهم على الصيام صلى الله عليه وآله وسلم ولما كنا نشوف في شعبان يقولك إن في شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى مين؟ إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع عملي وأنا وأنا صائم إيش معنا اخترت الصيام يا رسول الله؟ لأن الصيام ده هو اللي بيتحقق معه مقام التقوى لأن الصيام ده بتاع مين؟ بتاع الله عز وجل عشان كده الصائم يوم القيامة ربنا تبارك تعالى مخصص له باب كده اسمه باب الإيه؟ باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخل الصائمون أغلق الباب خلاص اللي تلاقي باب الريان ده هو الأعمال ينادي على مين؟ ينادي على الناس هل أموا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى فهل رحل ربنا فين؟ هتدخل الجنة من أي باب من الباب ده؟ اسمه باب الإيه؟ باب الريان الناس ده عد شط وتعبد في الدنيا فآنا لهم أن يستريحوا من هذا العناء فين؟ في الآخرة وأن يكرمهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يبقى تاني كده هنتكمل بقى مع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة وتضاع قال الله عز وجل إلا الصوم في رواية إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وبعدين يكمل بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقولي بقى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يعني إيه فرحة عند فطره؟ مش الإنسان لما بيكون بيجي يفطر الساعة 8 صباح وبعدين يجي ساعة 1 الظهر تحط الغداء بيأكل وممكن أحيانا يتبطر على الطعام اللي موجود قدامه صح كده؟ أو نفطر الساعة 1 الظهر يعني ونتغط الساعة 5 صباحة لما بناكل 3 مرات في اليوم أو مراتين في اليوم بتلاقي الإنسان عمال يتبطر على هذه على هذه النعمة وممكن يقولك اللي أجل ده مش عاجبني وده مش عاجبني لكن لما يجوع فعلا طبعا ويبقى فيه أثر حقيقي لهذا الصيام اللي هو الجوع ده أول ما يقولك أنا جعان أكل أي حاجة أي حاجة قدامي أكل أي حاجة فأي حاجة أول ما يشوف الطعام كده فيلتذ يبدأ تلذذ بأي طعام حتى لو كان كره خلاص كده عشان كده يقولك إيه للصائم فرحتان أول حاجة فرحة عنده فين؟ عنده فطر طب والفرحة التانية بقى يوم أن يلقى ربه سبحانه تبارك وتعالى فيدخله الله عز وجل الجنة من باب الإيه؟ الحاجة التانية إن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة كما أن القرآن يشفع للعبد يوم القيامة ممكن ناخد طيفون ونرجع نكمل